مازلنا متواصلون معكم في هذه التغطية عبر شاشة الغد وعشرات الرشقات الصاروخية لم تتوقف منذ أكثر من ثلاث ساعات وهي تطلق تجاه مستوطنات غلاف القطاع ومستوطنات بعيدة المدى هذه الصواريخ لا تتمكن القبة الحديدية من التصدي لها على الرغم من إحداثها لانفجارات ضخمة هذه الصرشقات الصاروخية التي أيضا تزامنت مع اقتحام لعدد كبير من العناصر المسلحة التي تتبع للفصائل الفلسطينية في مستوطنات الغلاف ووصولها إلى مسافات بعيدة جدا والاجهاض على عدد ربما من الجنود وكذلك من المستوطنين شاهدنا مشاهد قبل قليل لأحد الجبات العسكرية الإسرائيلية والذي تم السيطرة عليه في محافظة خانيونس جنوبية القطاع يتجول عليه عدد من الشبان وكذلك لآلية عسكرية إسرائيلية كانت هذه الآلية في يوم من الأيام تطلق قذائفها تجاه المواطنين وتجاه منازلهم تم احتراقها بشكل كامل ويلتقط حولها الشبان والمواطنين صورا تذكارية أيضا هناك عدد كبير من المواطنين يتواجدون بالقرب من الحدود الشرقية للقطاع سيما وأنه حتى هذه اللحظة لا معلومات عن عودة المسلحين والعناصر الذين يتبعون للجناح المسلح لحركة حماس من العودة من المناطق التي تم الدخول إليها واقتحامها لا معلومات حتى هذه اللحظة أن هؤلاء العناصر عادوا إلى القطاع وربما كثافة هذه الرشقات الصاروخية التي تطلق تجاه مستوطنات غلاف غزة هي تأتي في إطار ربما التغطية على العناصر المسلحة التي قامت باقتحام طول السياج الفاصل نتحدث عن أكثر من منطقة نتحدث عن شمال القطاع الحديث أن هناك اقتحام كان من أكثر من منطقة في شمال القطاع وأيضا هناك اقتحام في ناح العوز في شرق مدينة غزة وهناك اقتحام في خان يونس جنوبية القطاع نتحدث عن أكثر من مكان الجيش الإسرائيلي على الرغم من أنه قال بأن طائراته تشن غرات على أهداف تتبع لحركة حماس إلا أننا لم نرصد أي من الغرات الإسرائيلية على الرغم من أن ذلك متوقع خلال الساعات القادمة قد تقدم إسرائيل على ارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال الساعات القادمة ردا على ما يجري في هذه اللحظات من إطلاق رشقات صاروخية لم تتوقف ولو لدقيقة واحدة منذ ثلاث ساعات إلى هذه اللحظة يتزامن ذلك أيضا مع كلمة مصورة لقائد القائد العام لكتاب القسام الجناح المسلح لحركة حماس محمد الضيف والذي أطلق على هذه العملية طوفان الأقصى ودعا فيها دولا عربية عدة للانخراط في هذه المعركة وفي هذه المواجهة وقال أن أكثر من خمسة آلاف صاروخ وقذيفة تم إطلاقها من القطاع تجاه مستوطنات وتجاه بلدات إسرائيلية قريبة وبعيدة وأيضا قال بأنه بدءا من اليوم أعلن عن وقف التنسيق الأمني دون رجع ودعا مقاومي الضفة الغربية للانخراط في هذه المعركة حتى تلقين إسرائيل في جراء انتهاكاتها وممارساتها الإجرامية بحق المسجد الأقصى نحن ما زلنا في حالة المواجهة القائمة محمد عذرا دعني أنوه فقط نتابع هذه الصور لمركبة تظهر لصور تظهر سيطرة فلسطينيين على مركبة إسرائيلية بمنطقة جباليا بشمال قطاع غزة إذن هذه الصور لمركبة إسرائيلية يسيطر عليها شباب فلسطينيين بجباليا بشمال القطاع أعود إليك مرة أخرى محمد محمد هنا الحديث عن عمليات تسلل برية وجوية لكن كأن معظم الصور التي نشرت حتى الآن والفيديوهات ربما تركز بمنطقة معينة أم تمت على عدة محاور تمت كوثر على أكثر من محور محور نتحدث عن شمال القطاع من منطقة بيت حانون إيرز هذا الحاجز من خلال هذه النقطة من خلال نقطة أخرى في شرق جباليا شمال القطاع من خلال ناحي العوز في شرق مدينة غزة من شرق خانيونس جنوبية القطاع عملية الاقتحام تمت من خلال جبات جبات تتبع للفصائل الفلسطينية ومن خلال دراجات نارية كان يحمل العناصر المسلحة الذين يتبعون لكتاب القسام معدات عسكرية من إكلاشينكوف وقذائف وغيرها ومسدسات من خلالها تمكن هؤلاء المسلحين من اقتحام السياج الفاصل وبدأت الآن هذه المشاهد التي تنشر لعدد من المستوطنين قتلى وعدد من الجنود والإجهاض على نقاط عسكرية قريبة من السياج الفاصل والاستهداف آليات عسكرية وجبات وجنود كل ذلك تم خلال هذه الساعات القادمة حتى هذه اللحظة كما قلت الصواريخ تطلق لا حديث عن عودة من تمكنوا من اقتحام الحدود مع إسرائيل من العودة الحديث يدور عن دخول لمجموعات أخرى من كتائب القسام تجاه مستوطنات غلاف غزة في هذه اللحظات بمعنى لم تعد المجموعات التي دخلت قبل قليل دخلت مجموعات أخرى إلى هذه المستوطنات وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي رد إسرائيلي على هذه الأحداث والتطورات المستمرة باستثناء أن هذه الصواريخ لا تتوقف وعلى ما يبدو أنها بمثابة توفير غطاء لهذه العناصر المسلحة للدخول تجاه مستوطنات الغلاف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر